بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام إخواني أخواتي السلام عليكم ومرحبا بكم معي مرة أخرى في القناة نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم إن شاء الله سنقدم معكم شباكية بالزنجلان كتير رائعة مع طريقة ديالة شباك اللي كتكون سهلة وفي متناول الجميع بالعرض البطيء إن شاء الله فابقوا معايا باش ندوزل المقادير وطريقة التحضير بالنسبة للمقادير عندي هنايا كيلو وكاس ديال بطقيق الخاص بالحلويات كيلو ديال بطقيق زائد كاس ديال العنبة عندي هنايا الزنجلان اللي مغسول ومنقي ومصهد غي شوية عندي جوش كيسان مصهد غي شوية ومطحون من ييل عندي هنايا النفع مع حبة حلوة مطحونين وعندي هذا الكاس كي عدلية كاس ديال العنبة عندي كاس ديال مظهر اللي درت فيه ضويمة ديال الزعفران وعندي كاس مع عمرش ناقص واحد الأصبع ديال الزبدة حيوانية اللي تكون مدابة ممكن تستعملوا حتى زبدة العادية إلا بغيتها إلا ما توفرتش عندكم الحيوانية ولكن الحيوانية كتعطينا واحد المدق زوين عندي كاس ديال زيت الماء أيضا مخلطة مع زيت الزيتون عندي القرفة وعندي شوية ديال الملح وعندي الخل وعندي بالنسبة للخل عندي ربع كاس ديال الخل وعندي شوية ديال المسكة حرة هنا عندي غيجوش حبيبات ديال المسكة حرة دقتهم مع معلقة ديال بدقيق وغادي نستعملهم عندي صاشية ديال خميرة من وزن سبعة جرام بالنسبة للخل عندي ربع كاس كما كدلكم يعني تقريبا 1 ربعة خمسة ديال المعالق ديال الخل القرفة غادي نستعمل جوج معالق ما يكونوش عمرين بزاف إلا استعملناهم عمرين بومبي غادي نديروه وحدة ونص نافع وزنجلان نافع وحبة حلاوة غادي نستعمل منهم تهومة نفس القياس ديال اللي غادي ندير ديال القرفة ها انتو ما شفتو معايا درت الزنجلان درت مايا كما قلنا جوج كيسان اللي يمتحونين ودرت مع القاونص ديال النافع مخلط مع مع حبة حلاوة ممكن تستعملو غا واحد فيهم والقرفة تقريبا نفس القياس يعني المعالق اللي ولا عمر شوية والتانية مع عمرش هادو النواشف غادي نسبق بالنواشف درت الدقيق غادي ندير قريصة ديال الملح درت الصاشية ديال الخميرة ودرت الزنجلان اللي يمتحون مزيان منيال وغاودرت النافع والقرفة وغادي نزيد ديال المسكة حرة اللي مدقوقة مع شوية ديال الدقيق ماستعملوهاش مدقوقة مع ساندة مع الدقيق باش مدتعتناش الحلاوة في العاجين انا شبكي ديالي ما كنديرش فيها البيض باتاتا كندير النواشف حالها كما شفتو معايا وغادي نخلطهم مع بعضياتهم حتى الجانسولية باش هادوك الزنجلان مايبقاش مكور ويعني يتخلط لنا مع الخاليط ديال كنحكوهم بعض الطريقة هادي باش مكيبقاش هادوك بوراة ديال الزنجلان حتى ما كان غرب له ضروري من هادو العملية هادي كندير ذاك الدقيق مع الخاليط اللي معاه في الغربال يكون رقيق وكان غرب له مزيان داك شي اللي تبقى ليه من فوق الغربال فكان عود نطحنوه بالدقيق ديالو مثلا انا بقات لديك البقايا ديال زنجلان ولا ديال نافع ولا ديال القرفة كان عود نطحنوه مزيان مزيان فتحانة الكهربائية حتى مايبقاش عندي نهائيا شي حاجة فوق من الغربال الامره وقام عود الي seminars على وبدأ قد انجل yangędzie و ثم غدين نديور volte لنضيف السوايل غادي ندير داك الكاس ديال زبداء هذا كما ا storage ديال زبداء ناقص شمي cats ماش عمره مزيان والكاس ديال الزيت رافيه كاس النص ديال الزيت الرومية الاعادية ديال المائدة والنص ديال زيت الزيتغان زيت那个 fried ممكن سنستعملوش زيت الزيتم ممكن تستعملوST قياس كامل بزيت الزيتن اللي بغيت �حب نضيف اربع كاس ديال الخل نضيف اربع كاس ديال مزهر نضيف اربع كاس ديال مزهر نضيف اربع كاس ديال الماء نضيف اربع كاس ديال المزهر وكاس ونص ديال السوائل ديال الماء اللي درتهم فوق النار حتى تسخنوا شوية وديك ساعة ضفتهم على دقيق مع الخالق ديال زبدة والزيت فاش كان ديروا هادا كل ما مظهر مع الماء كان يكونوا سخننا يعني مش غير دافي سخننا شوية فكتتلق عدنا العجينة بسرعة يعني ضغية ضغية كتتجمع لينا وكتتلق ديك الزبدة مع الزيت إذا درنا الماء بارد كتتحبب لنا الزبدة فسط من العجين سوف نجمعوه نحاولو ندلكو شوية ما تشيطوش الماء سوف يديروا الكاس الليول ديروا الكاس المظهر وديروا الكاس ديال الماء وشوفوا إلاخسكم إلاخسكم غادي تزيدوا 1-4 كاس حتى نصف كاس المهم من بعد ما كتجمعو العجينة كتدلكوها شوية فكتقسموها الطريفات اللي بغيتو يعني هكذا أنا قسمتها كما شفتو هكذا وبديتك نحاول ندير منها كويورات ونجمعها في بلاستيكا وغادي نخليها ترتاح يعني غير واحد شوية لما نجمع البلاسة اللي أنا خدمت فيها في الأول يعني نغسل لكسعان نحيد ديك الكاسرونة ودكشين نخوي البلاسة اللي غادي نعود نخدم فيها يعني 1-4 ساعة الماكسيمم سوف يكندوس كان بدك أن تلقها كما كتشوفو كان بدك أن تلقها بديك كل كورة من ديك الكورات اللي درناهم على شكل طولي كان حاول نتلقها غير شوية وكنطويها بهذه الشكل هادة كما شفتو معايا يعني كان طويها بحالة كان طوي المسمن لكن كان طويها غير أربعة كان ديك الطويات كاملة ديك المسمن غير هاد القياس هادة أره كافي هاتة الطريقة هادة كتجيب لنا شباكية مجعبة وشربة العسل يعني قدم ما درنا لها يعني الطويات قدم ما كتجي مجعبة هادة كنسمي وبحالة الشكل اللي كان ديرو لها باتفويت كان ديرو لها الفويتاش أنا كان كتفي غير بها كل من أنك تعجبني شكون مجعبة بزاف مشاربة ذاك العسل كتير من بعد ما كان طويهم اللي طويتها كان ديرها في بلاستيك وكان حتفض بها من بعد فش كنسلي مباشرة كان دوز كان دلنا أخذ كل وحيدة من هادوك يعني من ديك الأجزاء اللي طويناها كل وحيدة كنحاول نتلقها غير شوية وكان قسمها أعلى ثلاثة بش تعطيني لوحد القياس لي جيني سهل أنه يدوز ليا في آلة دير الطورق كتقسمو إما غي وحدة أو لا جوج أو لا ثلاثة على حسب واشكين اللي غادي يعاونكم ولا لا لأن الشباكية فش كنتلقوها ونكونو كنشكلوها فما خصهاش تبقى معرضة للهواء واحد المدة طويلة قد ما تعرضت للهواء مدة طويلة قد ما كتنشف وما كتبغيش تشكل معانا بسرعة وكتبدا كتفرتت فنديرو القياس اللي غادي يكفينا مثلا نقطعوه وحدة أو لا جوج وغادي نطلقوهم شوية بدلك ثم غادي ندوزهم في آلة الطورق غادي ندوزهم في رقم أربعة ثم رقم ثلاثة ديك ساعة ثم غتشوفوا على حسب كل واحد والأرقام اللي عندو واش عندو من الصغير الكبير أو من الكبير للصغير يعني كتدوزهم في ديك رقم جوج أرقام قبل من الأخير هو الخر نتمنى تكون فهمتوا شنو القصد ديالي مثلا إلا كان عندكم آخر رقم ضيق هو رقم سبعة ونتم غادي دوزوها في رقم خمسة كان آخر رقم عندكم ضيق هو رقم واحد فغادي ضيق ثم نتمنى تكون الفكرة واضحة فأنا هنا نضوز كل شارط نضوز كاملين في رقم 4 ذاك شي لقطت ثم نضوز 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 ثم ثم نضوز لنبدأ نقطع شباكية اللي كتستعمل الجرارة تستعملها اللي ما كتستعملش الجرارة أو لا يعني ما عندهاش فتستعمل هاد الآلة هادي أرى كتستهل بثا في الخدمة وكتجيب لنا شباكية يعني قياس واحد ما كتجيناش محدة كبيرة وحدة صغيرة نفس القياس وعملية بثاف كتستهل علينا كما شفتوا معايا فقد نقطع ذاك شي اللي حطيت قدامي كامل باش نحيد ذاك الشياطة اللي كتكون في الجناب دو كليشوت نحيدهم وكنحاول فاش كنجمعهم ما كان كورهمش يعني بحالة كننحطهم على بعضياتهم طريفات ومن بعد يعني فاش كيعودوا تستلقوا كنرجعهم البلاستيكا من بعد فاش كتستلقوا فكنعود نخدم بيهم كنحيدوا ذاك شي اللي قطعنا وغادي ندوزوا باش غادي نبدأ تشكيل هنا يراني درت السرعة نقصة باش غادي يبليكم كيفاش كنشكلوا الشباكية كنتو جوج ديالالاشريطة على الجوج ليحداهم ثم كنقلبها وذاك الشاريط اللي بقى لي الأخير ذاك الخامس كنقلبوا ماشي على الليحداه كنقلبوا على اللي بعيد نتمنى انه يعني نكون وصلت لكم الماساج وراك نظن الصورة موضحة اكتر من الهضراء هادي هي الطريقة اللولة اللي ممكن تشكلوا بها نوريكم الطريقة الثانية اللي كنهزوا واحد ونطيحوا واحد كنهزوا اللول كنحطوه فوق الثالث كنطيحوا الثاني كنهزوا الرابع كنحطوه فوق الثاني والخامس كنحطوه تحت من الثالث كنقرسوا القنيتات وكنقلبوا باستشكل هذا واجنيبة اما كنجمعوهم او لا كنخليوهم اللي بغينا من الاحسن كنجمعوهم احنا ولفنا انانا كنجمعوهم عندما كتشوفوا الشكل دي هالها سنعودها معاكم كنهزوا الاول كتكون لنا خمسة الاشريطة كنهزوا الاول وكنحطوه فوق الثالث كنتشوفوا معايا كنطيحوا الثاني وكنطيحوا الربع وكنتلسقوا نجد الخامس و نضعه تحت من الثالث و نصقود القنيتات و الرابع مع الثاني يكونوا مجموعين مع بعضياتهم فهذا الشكل هذا يعني كيكون عندنا واحد الجيهة فيها الأول والثالث والخامس والجيهة الثانية يكون فيها الثاني والرابع و دوك القنيتات جمعناهم في الوسط و نقلب الشبكية دينا ها هي واجدة نرجع معكم يعني هنكمله هنكمله بهذا الطريقة و طريقة أخرى أنا را خدمتهم بجوج و خاف صراحة را بجوجهم سهلين و لكن الثانية أسهل اللي درت لكم في الأول راها أسهل بزف بزف بالنسبة للناس اللي بغت تعلم كما كتشوف معايا كنهز الجوج كنحطهم فقط الجوج اللي إحداهم كيب قدنا واحد كنقلب و كنقلب و كنردو لمشيدوك الجوج اللي إحدا و لكن الجوج اللي بعادين إليه صافي كنجمع القنيتات و كنقلب راها سهلة مهلة يعني نتمنى أنها تكون واضحة لكم كنستمرو في حالها كنشكلو الشباكي دينا كاملة و كنستفوها في اللاطات و كنخليوها تبات ليلة كاملة أو لا نصيبوها في الصباح و نخليوها تلاش يعمل أحسن نصيبوها بالليل و نخليوها تلاص باش تنشف على خطرها و نقليو على ضو النهار لأن القليان بالليل ما كتعطيناش الشباكية اللون زوين إما كتكون نقصة و إما كتكون زيدة في تحميرها لأن الضود الليل ماشي هو الضود النهار فاش كنبغيو نقليو كنديرو حمام ديال الزيت يعني في مقلاء أو لفطنجرة اللي غنقليو فيها تكون فيها الزيت شوية غزيرة بالنسبة للعسل الرصايبته من قبل و كان برد و لكن فاش كنبغي نقلي قبل ما نبدأ كنسخن العسل حتى كيت ترخف معي و كنجرب بعدها فاش كتتخلي الزيت كنجرب حبة وحدة فقط حتى كنشوفها طلعات فق الزيت لأنه ما تكونش عندي الزيت حمية بزاف و ما تكونش عوتاني نقصة إلا كانت نقصة ما سخونة فاركت تفرتط لنا الشباكية و إلا كانت مجهدة بزاف لعافية فأولى النار كانت مجهدة ملتحت فاره الشباكية ديالنا ضغية كتتخطف لها اللون ديالها كتتتحمر ضغية ولكن ما كتكونش طيبة مزين من الداخل كتتخل الزيت كننقصوا النار كنرميو الشباكية ديالنا كنخليوها يعني حتى كتبالينا أنها شدة راسها هذه رأي الحبة اللولى من بعد كنبدو كنحركوها أو كنقلبوها باش كتتتحمر لنا احنا كنقلبو فيها و هي كتتحمر يعني مش كنخلي و تتزبال لنا التحمرات إلا وين فوقت بدا كتتصفار كنبدو كنقلبو فيها كل مرة كل مرة باش ملي كتتتحمر كتاختلينا تحمارة وحدة احنا كنقلبو في مقلة صغيرة باش اتباليكم الكمية قليلة اللي كان طيب ولكن شوحدة مبتدي اولا بادر مقلة صغيرة حسن باش تتحكم فيها بعد ما كتتتحمر اللي هي كتاخد لياللون ما نخليوش تحمر بزافي انها مازال غديد زيت تحمار فوسط العسل كننحاول نشوف ديكس فايلي هزافي كننشوفو فوق ورق المطبخ باش ما يبقاش عندي الفائز ديال الزيت في العسل يعني ما توسخ ليش العسل بالزيت سافي كنبدأ هنا ديرها جوش تنجرات ديال العسل كنرمي فوحدة جوش قليات لان هنا درت العسل كتير كنرمي فوحدة جوش قليات وكندوز للتانية كنرمي فيها جوش قليات فاش كنرمي القلية الخامسة اعاد كنخوي اللي درت فيها القلية اللولة والتانية يعني باش كتكون شربات الليين نزيان لعسل واخذات وقتها يعني شربات ذاك شي اللي غايك فيها وبردت تقريبا خامة تبردش 100% ولكن اخذات ما يكفيها وبردت شوية فوسط العسل سافي غانستمر في حال هكا كنقلي وكندير في العسل كما قلت لكم العسل راه ضروري يسخن في اللول فاش كنرميوها فيه في العسل بارد في الاول راديك اللولة مكتشربش مزيان ضروري مخصنا نسخنه وصافي كنستمر بحال هكا حتى كنسليو الكمية دينا كاملة كنبقى منحيدوها من العسل ونديروها باش تستقطر في شيكس كاس اولا في شي شبكة هنا من بعد ما سلينا الكمية كاملة كما كتشوفوا معايا فرا خرجت رائعة مجعبة شربة العسل هشيشة الوين ما شاء الله غزان هنا يرى الاضاءة شوية خانتني كنسترجم يعني عكس ليده وهنا باش تشوفها معايا للامانة فهد الفيديو هدا تصورته في دار ختي يعني دازت واحد العشرة ايام تقريبا عدا صورت هاد المقطع هدا في داري جبت معايا واحد الكمية ودخلتها للكونجيلاتور ودوزت تقريبا واحد العشرة ايام في الكونجيلاتور عاد جبتها باش نصور لكم هاد المقطع هدا ونحلها قدامكم فهنا تشوفوا معايا كيفاش دايرة فاش نحلها راه مازالة بالعسل ديالها كما هيا ولمنا ما نقول لكم شاعلها هادي تجربوا ها بطريقتي وردوا عليها الخبار هانتم ما كاتشوفوا ههنا كما تلكم راد خلات لكم جيلاتور تقريبا عشرة ايام وجبتها باش نصور معاكم هاد المقطع هدا لان فذاك النهار ما كانش اندي كيفاش ندير ليه نتمنى ان الفيديو كلنا الاعجاب ديالكم ما تبخلوش اليا باللايكات ديالكم متعالق إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله